نواصل معا شرح الدرس الثاني مشتقات الدول المثلثية في الجزء الثاني من هذا الدرس سنتعلم كيف نثبت صحة منتطابقات باستخدام مشتقات الدول المثلثية ثم ايجاد ناتج تعكيب دول باستخدام مشتقات الدول المثلثية في البداية نستذكر الأشياء التي تعلمناها من قبل اللي هي مشتقات الدول الست مشتقة الساين كوساين مشتقة الكوساين هي السالب ساين مشتقة التان هي سيكن تربيع مشتقة الكوتان سالب كوسيكن تربيع سيكنت مشتقتها سيكنت ضربتان وأخيرا كوسيكنت اكس مشتقتها سالب كوسيكنت كوتان وقلنا إذا كانت في زاوية راح نشتق الدالة فمثلا لو كانت ساين نقول كوساين الزاوية لهي جي اكس ونضرب في مشتقة الزاوية ولما تكون عندي دالة أسية نتعامل معها كأنها مشتقة دالة أسية فرح ننزل الأس ونكتب الدالة كما هي نقص واحد بعد ذلك نشتق كوساين جي اكس مثل ما اشتقناها هنا يعني نقول كوساين جي اكس في جي داش اكس في البداية كيف نثبت بعض المتطابقات باستخدام مشتقات الدول المثلثية السؤال يقول إذا كانت وي تساوي ساين أس أربعة اكس ناقصا كوساين أس أربعة اكس فأثبت أن دي واي دي اكس تساوي ثنين ساين تو اكس خلنا نحل السؤال هذا بطريقتين طريقة الأولى أن أنا ممكن في البداية أبسط الدالة بعد ذلك أقوم بالاشتقاق يعني نحن نعرف أن هذه تمثل لاحظوا في ناقص والأسس زوجية فنقدر نسويها فرق ما بين مربعين فراح نقول أن الواي تساوي ساين تربيع لأننا قلنا فرق بين مربعين فنقول ساين تربيع اكس ناقص كوساين تربيع اكس في نفس الشي ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس طبعا مثل هذه المتطابقات مرت علينا في المقرر السابق طبعا ساين تربيع ناقص كوساين تربيع نتذكر أن نحن لدينا متطابقات الكوساين تو اكس اللي هي تقول كوساين تو اكس هي كوساين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس في ساين تربيع ناقصا كوساين تربيع تساوي طبعا هذه الحدود مع كوسين يعني الإشارة فقط هي اللي بتتغير فنقول سالب كوساين تو اكس طبعا ساين تربيع زائد كوساين تربيع شو اللي يساوي هذا يساوي واحد هذه المتطابقة المشهورة إذن راح نضرب هذا في واحد فراح يكون نفس الناتج سالب كوساين تو اكس إذن نقلق نقول أن دي واي باي دي اكس هو سالب طبعا عندي أنا كوساين تو اكس مشتقتها شني الكوساين قلنا سالب ساين سالب ساين تو اكس بنشتق الزاوية اثنين اكس مشتقتها هي اثنين نخليها قبل السالب مع السالب بروح فالناتج راح يكون اثنين ساين تو اكس طبعا وهو المطلوب إثباته خنحل السؤال بطريقة أخرى لو احنا ما بسطناها من البداية يعني لو اشتقين مباشرة فمنقول دي واي باي دي اكس بنشتق مباشرة طبعا هادي دال لأوسية ساين لكل أس اربعة فرح ننزل لأوس اربعة بنقص واحد فتصير تكعيب نضرب في شنو؟ نضرب في مشتقة الساين مشتقة الساين هي كوساين اكس ناقص كوساين أس اربعة نفس الشي دال لأوسية فرح ننزل لأوس اربعة نقص واحد لتصير تكعيب في مشتقة الكوساين وهي سالب ساين اكس احنا شنو صار عندي صار عندي اربعة ساين تكعيب اكس كوساين اكس السالب مع السالب صار موجب فنقول اربعة كوساين تكعيب اكس ساين اكس لاحظون احنا نبقى نثبت ان هذا المقدار يساوي اثنين ساين تو اكس فالحين الشغل اللي راح نسوي هو شغل المقرر اللي قابل له تبسيط هذا المتطابقة في عامل مشترك وهو اربعة وعندي لاتلاحظون ساين عامل مشترك وكوساين عامل مشترك فنقول اربعة ساين اكس كوساين اكس عامل مشترك فراح يضل عندي هنا ساين وعندي ساين تكعيب فبضل عندي ساين تربية زائد نفس الشي هنا الساين موجودة الكوساين مع الكوساين تكعيب فنقول كوساين تربيع هو اللي راح يضل طبعا ساين تربية زال الكوساين تربية يساوي واحد اذا الناتج هو اربعة ساين كوساين هل هذا يساوي تو ساين تو اكس هذه طبعا نتذكر المتطابقة له ساين 2x يساوي 2 ساين كوساين فهذه نجد نخليها 2 ضرب 2 ساين x كوساين x فبالتالي نجد نقول إن هذا شن يساوي هذا يساوي ساين 2x إذن هذا يساوي 2 ساين 2x وهو المطلوب إثباته لو تلاحظون إن الحل الأول صار عندي أسهل من الحل الثاني كخطوات بس إحنا طبعا إنحل بالطريقة اللي تناسبنا واللي تتلاعم مع السؤال فأي طريقة إنحل بها وتأدي إلى الإجابة الصحيحة فهي إجابة ما فيها أي مشكلة نشوف سؤال آخر إذا كانت y تساوي ساين z أثبت أن دي زد باي دي واي تساوي واحد على جذر واحد ناقصا واي تعبير طبعا نحن المطلوب دي زد باي دي واي طيب دي زد باي دي واي يعني أنا لازم أشتاق الزد بالنسبة إلى الواي بس أنا ما عندي زد يساوي هنا أنا عندي واي تساوي فإحنا راح شنسوي راح نشتاق هاد المعادلة ضمنيا بالنسبة إلى شنو إحنا المطلوب إنحنا هني نشتاق ضمنيا بالنسبة إلى أي متغير بالنسبة إلى المتغير واي لأنه نحن نبغى دي زد دي واي فإي شي نشتاقه بالنسبة فإني أي شي مثلا الواي منشتاقه بالنسبة الواي اشتقاق عادي مثل ما نشتاقه الـ x نقول واحد الواي مشتاقة نقول واحد الحين إحنا أي شي ثاني الزد مثلا راح نضربه مثل ما تعلمنا في واي داش أو دي واي أو دي زد عفوين دي واي فإحنا نقول ساين زد مشتاقته كوساين في مشتاقت الزد بالنسبة إلى الواي يعني نقول دي زد دي واي لأنه نشتاقه بالنسبة إلى الواي فنقول دي زد دي واي إذن طلعت عندنا دي زد دي واي نقول الحين دي زد باي دي واي هي نقسم على كوساين زد فراح يكون إجابة واحد على كوساين زد بس إحنا ما أثبتنا هذه إحنا نبغى نثبت دي زد دي واي تساو واحد على جدر واحد نقصا واي تربيع يعني مفترض أن الزد ما يكون عندي زد يكون عندي بس وي بس الحين خلنا نجيب علاقة ما بين الواي والزد لو عسمنا مثلث قائم لو تخيلنا عندي هنا الزاوية هذا الزد نحن نعرف أن الساين هو المقابل على الوتر فالساين زد يساوي وي مثلا خلنا نقول على واحد فراح تكون هذا هو المقابل على الوتر هذا هو الوتر فبالتالي نجلع نقول نحن نبغى كوساين زد كوساين زد مفترض أنه أنا أوجد هذا الضلع وهو الضلع المجاور الضلع المجاور شون يساوي هذا الضلع يساوي مربع الوتر ناقص مربع الضلع الآخر وهو وي تربيع طبعا من في ثاقورث إذن هذا يساوي جذر واحد ناقصا وي تربيع فبالتالي نجلع نقول إنه كوساين زد هو المجاور على الوتر يعني جذر واحد ناقصا وي تربيع على واحد فنجلع نقول إنه كوساين زد هو جذر واحد ناقص وي تربيع وهو المطلوب إثباته هاي طبعا طريقة إلى الحال في حال آخر في حال آخر إنه أنا أشتق المعادلة بشكل عادي يعني أنا أوجد دي واي باي دي زد خلونا نوجد دي واي دي زد إحنا منشتق بالنسبة إلى الزد فبالتالي ساين زد مشتقتها راح تكون شنو راح تكون كوساين زد هادي دي واي دي زد طيب أنا أبغي دي زد دي واي المطلوب دي زد دي واي فرح أقلب هذا المقدار فرح يصير واحد على كوساين زد طيب الحين رجعنا إلى المثلث السابق واحد على كوساين زد في نفسة واحد على جذر واحد ناقص وي تربيع أو ممكن نفكر فيها بطريقة ثانية الكوساين هي شنو هي كوساين تربيع اكس زائرين كوساين تربيع اكس يساوي واحد فبالتالي نقولنا الكوساين خلنا نخليها زد زد فالتالي تكون الكوساين هي واحد ناقصا ساين تربيع زد وناخد الجذر التربيعي فبتكون واحد على جذر ساين تربيع زد وطبعا ساين زد شنو تساوي من أصل المسألة تساوي يساوي واحد على جذر واحد ناقص ساين هو الواي فبنقول واحد على جذر واحد ناقصا واي تربيع وهو طبعا المطلوب إثباته بس طبعا هذه الأشياء اللي سوناها احنا بافتراض ان الزاوية في الربع الاول نشوف الحين كيف نوجد ناتج تركيب دوال باستخدام مشتقات الدوال المثلثية لو اخذنا هذا السؤال اعطاني اف اكس تساوي ساين تربيع اكس و جي اكس تساوي جذر اكس المطلوب هو اف سيركل جي داش عند باي تربيع الاربع طبعا احنا في البداية لازم نوجد اف سيركل جي بعد ذلك نقوم بالاشتقاق او نستخدم قانون مشتقة دالة التركيب انا بس راح انا راح احل بالطريقة الثانية وبعد ذلك بانوه الى الطريقة المباشرة طبعا الطريقة اللي هو استخدام القانون ان احنا ممكن نقول ان اف سيركل جي داش عند اكس هي حسب ما تعلمنا في الدرس الاول هي اف داش جي اوف اكس مضروب في جي داش عند اكس يعني انا احتاج الى اف داش و جي داش طبعا اف داش اكس مشتقة دالة هذي هاي طبعا دالة اسية فرح ننزل الاثنين بعد ذلك ننزل ساين اكس في مشتقة الساين وهي كوساين اكس ممكن نخلي هذي كما هي ممكن واحد يبسطها اثنين ساين كوساين هي ساين ضعف الزاوية يعني ساين تو اكس احنا اوجدنا اف داش خلنا نوجد جي داش طبعا جي داش هذي طبعا اكس وسنص جي داش يعني نقول نص في اكس وسالب نص يعني واحد على اثنين طبعا اكس وسنص بتنزل تحت يعني معناتها جذر اكس اذا الناتج هو واحد على اثنين جذر اكس الحين راح نركب الدالة جي داخل الدالة اف داش طبعا الاف داش هي ساين تو اكس راح نضرب اثنين في الجي اكس اللي هي جذر اكس الجي داش اللي هي واحد على اثنين جذر اكس ننزلها كما هي اذا هذا هو الناتج اللي بقى علي بس فقط ان انا اوجد اف سيركل جي داش عند باي تربيع على اربعة يعني هي تساوي ساين اثنين في باي تربيع على اربعة الاثنين نختصرها مع الاربعة بتصير اه او عفوا اثنين الجذر الى هادي راح تصير باي على اثنين هاي طبعا هذا مضعوب في شنو او خلنا نقول مقسوم على كم على اثنين جذر اكس يعني اثنين في باي على اثنين طيب هادي بتروح مع هادي اضل عندي ساين باي كم يساوي ساين باي يساوي صفر اذا الناتج هو صفر هاي طبعا راحت الناتج هو صفر على كم الناتج هو صفر على على باي فبالتالي نقدر نقول ان الناتج هو يساوي صفر اذا الناتج التركيب يساوي صفر قادة بالنسبة إلى طريقة استخدام القانون في حال آخر أنه أنا شن أسوي أنه أنا أقوم بالتركيب أولا يعني أقول f circle g of x تساوي f of g of x يعني أنا راح أكتب الدالة اللي هي sign تربيع x الـ x طبعا راح عاوض عنها بالـ g خلي الـ x مكان شنو الـ x شنو الـ x هي جدر x فبنقول sign تربيع جدر x فأنا عندي الحين sign تربيع جدر x اللي هي بتطلع sign x أسنص طبعا الكل تربيع لأنه نحن قلنا التربيع على الدالة فالحين راح نوجد f circle g dash مباشرة بدون استخدام قوانين ولا شيء مجرد نشتق هذه الدالة فرح ننزل راح ننزل ننزل هذه اللي هي الاثنين وبعد ذلك اللي هو الأس بعدين نقول sign x أسنص نقص واحد طلعت واحد في مشتقة لداخل sign x أسنص مشتقة هي cos sign x أسنص بس نضرب في مشتقة الزاوية اللي هي نص x أسنص نص فبالتالي راح تعطينا كم طبعا الاثنين بتروح مع الاثنين ضلت sign cos فبالتالي ضلت sign x أسنص اللي هي جدر x في cos جدر x على كم على جدر x إذن هذا هو الناتج طبعا هذا الناتج يكافئ هذا الناتج فنقدر نقول بعدين إن f circle g داش عند باي تربيع على أربعة يساوي sign طبعا جدر x يعني sign باي على اثنين تطلع في cos باي على اثنين قسمة باي على اثنين إحنا نعرف إن sin باي على اثنين يعني sin 90 يعطينا واحد في cos cos 90 على باي على اثنين خلاص فوق أصلا صفر إذا الناتج هو صفر نفس الإجابة فأي طريقة نحل بها أهم شي إن تكون خطواتنا صحيحة راح تأدي إلى نفس الناتج تبصى الأخير إذا كانت z تساوي y تكعيب و y تساوي كسي كانت تربية x أو جدي z by dx عندما x تساوي by على 4 طبعا هذي قاعدة التسلسل إن أنا عندي z دالة في y والy دالة في x فممكن نستخدم قاعدة التسلسل وممكن إن نحنا نركب الدالتين خلنحلها بتعكيب الدالتين راح أنا عندي z تساوي y تكعيب يعني أقدر أقول أحط قوس تكعيب مكان y راح أعوض بال y اللي عندي اللي عندي اللي هي كسي كانت تربيع x طيب كسي كانت تربيع x وعندي تكعيب فبتالي أقدر أقول إن الناتج هو كسي كانت x الكل الأصص نضربهم في بعض فبصيرون 6 إذا z تساوي كسي كانت وال6 x هذه هي z فأقدر أقول الحين إن دي z باي دي x مشتقة z بالنسبة إلى x هي نزل الأص النقص 1 سير 5 مشتقة الكسي كانت مراحل القوس هي سالب كسي كانت كوتان فبالتالي الناتج هو سالب 6 كسي كانت x طبعا أص 5 وعندي أص 1 بصير 6 في كوتان x هذا هو ناتج الاشتقاق باقي أعوض بس d z by dx عند x تساوي باي على 4 سالب 6 كوسي كانت باي على 4 وستة وستة كوتان باي على 4 طبعا كوسي كانت باي على 4 يعني كوسي كانت 45 ساين 45 هو جدر 2 على 2 مقلوبه جدر 2 فبالتالي الناتج سالب 6 في جدر 2 وال6 طبعا كوتان 45 يعني 1 على 2 45 اللي هي تساوي الواحد إذن في 1 الناتج شنو راح يكون سالب 6 في جدر 2 وال6 يساوي 8 إذن الناتج سالب 48 و 40 هاي طبعا الحل الحل الآخر أتركه إليكم أن نستخدم قاعدة التسلسل فرح نقول dz by dx ساوي dz dy في dy by dx نشتق الزل بالنسبة إلى y نشتق ال y بالنسبة إلى x بعد ذلك نحول y إلى x ونعوض بعدين بال x y على 4 بتشوفون الناتج راح يطلع نفس الشي سالب 48 فهذا بالنسبة إلى هذا الدرس تعلمنا كيف نثبت متطابقات وكيف نوجد ناتج تركيب استخدام مشتقات الدول المثلثية ترجمة نانسي قنقر